سبحان من أحاط علمه أرضه وسماواته سبحان من انقاد كل خلقه لإرادته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ورئي الصالحين وأشهد أن محمد عبده ورسوله إمام المتقين صلى الله وسلم وبرك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليم المزيد أما بعد فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إخوان المشاهدين وأخوات المشاهدات إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفسراتكم الدينية والشرعية والاجتماعية على هواتف وعنوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل ما شاء الله لا قوة إلا بالله الله مجمع لنا بين الصواب والثواب وأعدنا يا ربنا من الزلل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم طيب نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات فضل أخي أحمد الله السلام عليك شيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف الحال؟ أهلا وسهلا أخي أحمد جزاك الله خير على هذا الدرامج الرائع يا شيخ جزاك الله خير وبرك الله فيك يا شيخ عندي سآلين فضل أخي سآل اللي عندي أخذ معاقة من يوم صغيرة يعني نعم لا تستطيع الصيام والصلاة وغلا هل يجب عليها الفيديو أو الزكاة طيب يا أحمد وبالنسبة لي سؤال الثاني عندي والدة الوالد مريضة عندها الألزايمر وهل النسيعة نعم الحين يمكن مودي سنة أو سنون أو سنتون فهل عليها الزكاة أو عليها الفيديو هي معها الزهايمر نعم وما تستطيع الصيام يعني غايبة عن الوعي لا نعم ما تعرفكم يعني ولا شيء أحيانا تعرفنا وأحيانا ما تعرفنا طيب يا أحمد أبشر إن شاء الله جزاك الله خير مرحب أخوي تفضل أخي أحمد ألمانيا أحمد ألمانيا طيب 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 أرجع إلى الأسئلة وعندي طبعا مجموعة كبيرة من الأسئلة عبر شبكة التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني طبعا لخ أحمد من إيران يقول بأنه عنده أخت معاقة من هي صغيرة يقول لا تستطيع الصلاة ولا الصيام كيف العمل يا أخوي أحمد بارك الله فيك إذا كانت أختك هذه معاقة عاقة عقلية بمعنى أنها فاقدة لعقلها فهذه غير مكلفة هذه غير مكلفة لا عليها صلاة ولا صيام ولا حج ولا أي شيء إلا إذا كان عندها مال تخرج الزكاة من مالها أما إذا كان الإعاقة بدنية بعاقة أطراف بمعنى أنها عقلها معها وروحها تتردد فهذه يجب عليها بارك الله فيك إذا بلغت أن تصوم أن تصلي وأن تأتي بالعبادات بالنسبة للصلاة تصلي على الحال التي تستطيع كيف تستطيع الصلاة تستطيع وهي جالسة تجلس عفوا هي قائمة تستطيع القيام تقول لا تجلس متربعة تستطيع الصلاة جالسة تقول لا على جمب بارك الله فيك أو على ظهرها بالنسبة للصيام كذلك إذا تستطيع الصيام ليس كل معاق لا يستطيع الصيام إذا كانت تستطيع الصيام تصوم الحمد لله إذا ما تستطيع تخرجون عنها كفارة وهي إطعام مسكين عن كل يوم من الأيام التي أفطرتها بارك الله فيك إذا ما استطاعت الصيام أحمد أيضا يقول زوجة والدة يقول بأن مريضة ومعها الزهايمر وكذا بالنسبة يعني الكفارات التي عليها من الصيام وغيرها يا أخوي أحمد بارك الله فيك بالنسبة لمريض الزهايمر إذا كان يعني درجة الزهايمر عنده بحيث أنه أوصله إلى عدم معرفة الناس وكذا وخلص أصبح في حالة أشبه إلى الجنون فهذا غير مكلف ليس عليه صلاة ولا صيام ولا حج ولا عمره خلاص أما إذا كان الزهايمر هذا أو المرض الذي عندها تفيق أحيانا وتغيب أحيانا ففي ساعة الإفاقة هذا يجب عليها أن تؤدي الصلاة تخبرونا بهذا إذا أفاقت مثلا وعرفتكم وعرفت الوقت وعرفت كذا تصلي وإذا غابت ليس عليها الصلاة أنتم تحتاجون فقط إلى أن تجتهلوا في تنبيهها وتعليمها وتوجيهها ولكم الأجر والثواب عند الله أما والله قضية أنها تعرف أشياء بسيطة وتغيب عنها بقية الأشياء فهذا طبعا يعتبر تعتبر غير مكلف نعم طيب عندي مجموعة من الأسئلة عبر البريد الكتروني يقول رجل عنده أرض صناعية مؤجرها على شخص آخر وقام هذا الشخص فبنى عليها مصنع قال بنى عليها مصنع يقول أنا كيف أزكي يا أخي الفاضل بالنسبة لك أنت ليس عليك الزكاة الزكاة على الأجر التي تأخذها على قيمة الإجارة التي أجرت أنت هذه الأجر إذا قبضتها تستقبل بها سنة كاملة ثم تزكيها إذا بقيت وإذا فنيت وما بقيت صرفتها وتصرفت فيها ما عليك شيء والحمد لله صاحب المصنع هو الذي عليه الزكاة في طبيعة طبعا هذا يرجع إلى طبيعة المصنع الذي أنشأه أما أنت لما سألت عن نفسك أنت بالنسبة لك لا تزكي عن المصنع ولا أن تزكي ولا عن الأرض قيمة الأرض أنت زكاتك في الأجرة في هذه الأجرة التي تأخذها وتقبضها من صاحب المصنع إذا بقيت استقبلت فيها سنة كاملة إذا بقيت تخرج الزكاة بارك الله فيك يقول أحد الأخوة يقول اشتريت أرض للتجارة يقول اشتريت أرض للتجارة ثم بعد ذلك غيرت نيتي إلى الملك وذلك لأن أعتقد بأن ستخسر وكذا يقول ما حكم الزكاة يا أخي الفاضل إذا كنت أنت ابتداء قد اشتريت هذه الأرض لأجل البيع والشراء يعني جعلتها من عروض التجارة فعليك فيها الزكاة إذا تغيرت النية أثناء الحول يعني نفترض الآن مثلا بعد ستة أشهر قلت لا خلاص أنا أبغى أبني عليها سكن أو أبني عليها برج أو أبني عليها مثلا شيء وأجرها خلاص ما عليك الزكاة في مثل هذه الحالة بارك الله فيك فالصورة اللي ذكرتها يكون ما عليك زكاة أهم شيء أنه ما كان قد حال عليها الحول يقول للسائل يقول اشتريت أرض لبناء مدرسة خاصة عليها ولكن لم يحصل البناء وذلك هذا نفس سؤال الأخر السابق ليس عليك زكاة في هذه الأرض لأنك أصرا أنت هذه الأرض ما جعلتها من عروض التجارة وإنما أردت استثمارها ببناء مدرسة عليه ولذلك ما عليك زكاة بارك الله فيك ومدام أنك توقفت وما بنيت تقول لي أنا ما عندك شيئة مالية ما عليك زكاة بارك الله فيك يقول تقول هل يجوز للحائض أن تقرأ القرآن هذه أخت الفاضلة مسألة خلافية طويلة بين العلماء الذي أفتي به في هذا البرنامج أن المرأة إذا احتاجت إلى قراءة القرآن المرأة الحائض بحيث أن تكون عدتها طويلة عدت الحائض طويلة أو تكون معلمة أو محفظة أو طالبة أو حافظة تريد أن تراجع حفظة ما في بأس في أصح أقوال أهل العلم وذلك لأن الحديث الوارد في منع الحائض من قراءة القرآن حديث ضعيف لكن اتفق العلماء على عدم جواز يمسي الحائض للمصحف وإنما تقرأين بعدما تلبزين قفازين مثلا أو تقلبين بعصى أو بسواك أو بمصطرة أو تخلين أحد أولادك أو إخوانك يقلبون لك المصحف يقول رجل عنده محل تأجير السيارات والمحل في خسارة من أربع سنوات يقول ولم يخرج زكاته يا أخ الفاضل بالنسبة للإنسان الذي عنده عروض تجارة يجب عليه أن يزكي عروض التجارة إذا حال عليه الحول بالقيمة السوقية يعني نفترض الآن رجل عنده محل وفيه أدوات هذه الأدوات للبيع والشراء يعني موضوع للعرض فيجب عليه في نهاية كل حول أن يحسب الموجود عنده وبالسعر السوقي بالقيمة السوقية ويخرج زكاته قضية والله عدم ربح المحل أو ربح المحل أو لم يربح هذه مسألة ثانية له أن يبيع المحل أو ينتصرف يجعله التقبيل أو شيء غير ذلك هذه مسألة ثانية أما الزكاة حق الله جل وعلا ما دام أن هذه الأدوات وهذه الأشياء الموجودة في المحل إنما هي للبيع والشراء فيجب عليه أن يزكيها بارك الله فيك يقول أحد المرسلين يقول إذا صلى الرجل وكان لابساً الغطرة والعقال فهل إذا أراد السجود أن يرفع القحفية يقول عن جبهته يا أخي الفاضل هو الأصل أن الإنسان يباشر الأرض بجبهته هذا هو الأصل إلا إذا كان هناك حاجة أو ضرورة كأن تكون الأرض باردة أو يكون الأرض حارة مثل ما قال أنس كنا يعني نتقي بعمائمنا أو بثيابنا الأرض من شدة الحر فالأصل أن الإنسان يمكن جبهته عن الأرض ما يجعل هناك حائل بينه وبينه موضع سجوده ولذلك العلماء يذكرون مسألة مسألة السجود على شيء متصل أو منفصل فيقولون يجوز أن يسجد على شيء منفصل مثل السجاد أو كذا يعني بمعنى أنه يسجد عليه أما المتصل فيكرهون ذلك إلا للحاجة كما قال أنس يعني ما ما ألجأ أنس إلى وضع إمامته أو كمه إلا الضرورة والحاجة لأنه ما يستطيع السجود بمثل هذه الصورة فالأصل الإنسان يرفع ويسجد يجعل جبهته على الأرض أو على السجاد بارك الله فيك هنا سؤال من أحد الأخوات تقول بالنسبة لصلاة الاستخارة هل تتكرر يعني يكررها الإنسان نعم صلاة الاستخارة يكررها الإنسان مرات لا يقتصر على مرة واحدة هذا الذي نص عليه أهل العلم والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من كان عنده هم بأمر إذا هم بأمر معين فعليه أن يصلي ركعتين من غير الفريضة ثم بعد الصلاة بعد ما ينتهي يرفع يديه ويدعو يقول اللهم أني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر يسميه زواج سفار تجارة شراء بيت كذا إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني وفي دنياي وفي عاجل أمري وفي آجله فيسره لي ويسرني له واكتب لي الخير حيث كان وإن كان هذا الأمر شر لي في ديني وفي دنياي وفي عاجل أمري وآجل فاصرفني عنه واصرفه عني واكتب لي الخير حيث كان ثم رضني به هذا هو الدعاء لاستخارة مثلا قالها في الضحى بعد الظهر يقول مرة ثانية وبعد المغرب يقول مرة ثانية ويجتهد ثم يمضي في هذا الأمر يمضي في هذا الأمر يعني يذهب في إنهاء هذا الأمر إن وفق فهذا الدليل على أن الله تعالى قد كتب له الخير وإن لم يوفق فهذا الدليل على أن الله عزيز صرفه بحيث أنه أبعده عن مثل هذا قد يكون فيه شر طيب فضل أخي أبو عدنان أبو عدنان من دبي أبو عدنان معانا أبو عدنان السلام عليكم شيخ تفضل يا أخي تفضل السلام عليكم شيخ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ مبارك الله فيك أنا عندي أربع أسئلة فضل السؤال الأول عن قراءة الفاتحة خلف الإمام أي في الجماعة في بعض الأئمة طبعا بعد قراءة الفاتحة يسكتون يعني كم ثانية ويدعون المجال للمأمومين أن يقروا الفاتحة بسرعة يعني صحيح لكن في بعض الأئمة على طول بعد الفاتحة يقرعون أي سورة مباشرة صحيح المأموم لا يجد مجالا أن يقرأ الفاتحة فهل عليه أن يقرأ يعني يردد وراء الإمام أو يسكت طيب يا أخي عزلان أبشر هذا السؤال الأول السؤال الثاني دكتور فيه رجل مريض كبير في السن أجريت له عملية هو على الفراش يعني نعم فيريد أن يتوضع وكيف يعني كيف يتوضع وكيف يصلي هل مثلا يجيبون الماء ويعني على طاسة أو أي شيء وكيف يعني يتوضع وكيف يعني يصلي يجب عليه أن يقابل القبلة يواجه القبلة أم ماذا طيب أشرح لك إن شاء الله كيفية صلاة المريض إن شاء الله طيب والسؤال الثالث شيخ سؤال الثالث فيه عندي ذهب موجود عندي من حوالي شنتين نعم تقريبا خمسين جرام طبعا تجيب عليه ذكاة لأن الذهب هذا غير مستخدم وأنا أعتقد يعني علي ذكاة فهل لكم أن تشرح ولي كيف يفعلني هذا هو السؤال الثالث أما السؤال الأخير دكتور إحنا خرجنا من شهر رمضان المبارك في ناس عليهم طبعا قضاء إن ما صاموا هذا فعلى طول بعد الرمضان هل عليهم أن يقضوا هذه الأيام من الصوم أم يصوم الستة من شوال أبشر 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 يا أخوي أبو عدناش الله خير الله يبارك فيك مرحب مرحب فضل أبو كرم السلام عليكم السلام رحمة الله وبركاته الله يعطيكم العافية يا شيخ ناو جزيكم الله خير يا مرحبا الله يحفظ الله طولنا بعمرك بس سؤال حكم استنشاق الطعام متعمدا حكم استنشاق الطعام متعمدا كيف يعني استنشاق الطعام يعني واحد بيجي على الطنجرة بيشم ريحته وبعيد الكرم مرة واثنين وثلاثة واربعة هو صائم يعني هو صائم ها هو صائم نعم نعم هو صائم طيب يا أبا كرم وبخاخ الربو بخاخ الربو هل يفطر طيب طيب ان شاء الله الصلاة التراويح بالنسبة للمساتر ما حكموها طيب يا أبا كرم شكرا الله يزيك الخير مرحب مرحب الله محي طيب طيب أرجع إلى الأسئلة لخ أبو عدنان يسأل عن قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم خلف الإمام هو يذكر يقول بعض الأئمة يتركون مجال وبعض الأئمة لا يقرؤون مباشرة يقول ما عمل المأموم في مثل هذا الحالة هو يأخذ الفاضل أبو عدنان بالنسبة لأولا لا بد أن نفرق بين مسألتين المسألة الأولى هل الإمام يشرع له أن يترك وقت للمأمومين يقرؤون القرآن وهل ورد في هذا شيء بالنسبة للمتأمل في السنة النبوية في صفة صلاة النبو سلم ما ثبت عنه أبدا أنه كان يترك مسافة أو زمن عفوا بعد قراءة الفاتحة وإنما كان إذا قال ولد ضالين آمين شرع النبو سلم في قراءة السورة التي بعد الفاتحة هناك قول يعني يذكرونه يأخذونه من حديث قال لنبو سلم سكتتان أو سكتتين في الصلاة في أول الصلاة و بعد الفاتحة لكن هذا محل نظر عند أهل العلم والصواب بأن الإمام يقرأ مباشرة هذا الصواب ولذلك تجد بعض مثل ما ذكرت أنت بارك الله فيك بعض الأم يترك مجال يمكن أخذن بهذا القول لكن الأصل أنه ما يترك مجال وإنما يقرأ مباشرة المسألة الثانية المأموم هل يقرأ الفاتحة ولو كان الإمام يقرأ السورة يعني لو افترضنا الآن الإمام ما ترك مجال وإنما شرع مباشرة في قراءة السورة طيب ما موقفي أنا كمأموم هذه مسألة أيضا خلافية الصواب بأن المأموم يقرأ ولو كان الإمام يقرأ ما بعد الفاتحة يعني أنت الإمام من الفاتحة قال ولا الضالي أمين ثم شرع مثلا يقرأ التين والزيتون أنت كمأموم يجب عليك أن تقرأ الفاتحة لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقرأ خلفي إلا بأم القرآن هذا حديث صحيح ونص ظاهر على أن المأموم يقرأ خلفه الإمام بارك الله فيك أبو عدنان يقول هناك رجل كبير و كبير في السن و مريض و على السرير يقول هو كيف يتوضى و كيف يصلي و هل يأتون له بالماء و كيف يتوجئ للقبلة يا أخي أبو عدنان بالنسبة للإنسان المريض لا شك بأن المرض عذر يمنع الإنسان من أو يرخص للإنسان في كثير من الأشياء و لذلك الإنسان إذا كان مثلا مريض بمثل هذا الصورة نقول له أولا هل تستطيع الوضوء إذا قال نعم يجب علينا توضى يجب علينا توضى على أي حال الوضوء يا أخي الفاضل ليس أن يروح لدورة المياه فقط الوضوء لا يهوئ على سريرة يأتون له بالماء و الطش تحته مثلا و يتوضى وضوء عادي و يساعدون ما في بأس أنهم يعينون و يساعدون في قضية غسل الرجلين و كذا ثم يستقبل القبلة إذا استطاع القيام وقفوا صلة قائمة إن لم يستطع جلس متربع حتى له على السرير و التربع معروف و يستقبل القبلة و الله ما يستطيع الاستقبال و ذلك لأن مرضه خطير و شديد و لا يستطيع الحركة يصلي على الحال التي هو عليها أهم شيء الذي يستطيعه لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم بارك الله فيك أبو عدلان يقول بأن عند ذهب يبلغ خمسين جرام تقريبا يقول أنا ما أخذت لإلا يعني وضعه في البيت و كذا يسأل عن الزكاة أخي الفاضل بالنسبة للذهب له نصاب بارك الله فيك الذهب له نصاب و هو عشرون مثقالا بمعنى مثل التقدير الحالي يقولون خمس و ثمانين جرام أنت الذهب اللي عندك خمسين جرام و لذلك لا يجب فيه الزكاة إلا إذا أحببت أن تتزكي من عندك تشكر على ذلك و تؤجر أما يجب عليك لا ما يجب عليك لأنه ما بلغ النصاب لابد من بلوغ النصاب و حولان الحول على هذا الذهب بارك الله فيك بعد هذا الفاصل القصير أعود فألتقيكم بإذن الله أحياكم الله من جديد أبو عدنان أيضا في سؤاله الأخير يقول بالنسبة لقضاء رمضان يعني هل يجب على الإنسان أن يبادر إلى قضاء رمضان أو يصوم ستة من شوان أخي الفاضل هو الأصل وجوب المبادرة إلى أوامر الله جل وعلا لأن الله تعالى قال وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وأوامروا الله على الفورية وبعدين قضية الصيام ستة من شوال و الإنسان عليه قضاء هذا ما يحقق الأجر الموعود في حديث النبي عليه الصلاة و السلام من صام رمضان و أتبعه ستة من شوال هذا صام بعض رمضان لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بيّن بأن الحسن بعشر أمثاله فالذي يصوم ثلاثين يوم و ستة أيام هذه ستة و ثلاثين في عشر و ثلاثمائة و ستين عدد أيام السنة فالذي عليه قضاء مثلا نقول عليه خمسة أيام صام خمسة و عشرين يوم لما يصوم شوال ما يتحقق الأجر الموعود خاصة و أن يعني ستة من شوال مفعول على جهة التبع لرمضان و لذلك يجب على الإنسان أن يقضي رمضان أولا ثم بعد ذلك يصوم ستة من شوال و يعني إلا إذا كان مثلا هناك ظرف معين أو شيء خاصة بعض النساء مثلا تكون الشهر كله ما صامت ما صامت رمضان لوجود نفاس و تحب تصوم ستة من شوال يرخص بعض العلماء بجوال تقديم ستة من شوال لكن الذي طبعا للعذر يقول للعذر لأنه ستقضي بعد ذلك و يفوت وقت ستة من شوال على العموم سيام ستة من شوال سنة و مستحبة و لكن ما يصومها الإنسان إلا بعد القضاء بارك الله فيك تفضل أخوة خلدون أيوة السلام عليكم و عليكم السلام و رحمة الله يعطيك العافية يا شير عافيك أهلا وسهلا لو سمحت بالله عندي سؤال بخصوص ذكات المال أي نعم بالنسبة لذكات المال هل يجوز أنه واحد بيطلع بدون يعني بعد ما يكون حالة عليها الحول المبلغ النصاب اللي عنده ياه بس يدفعوا بتقصيد يعني كونه المحتاج يعني يحتاجون على مراحل يعني يعني قبل حوالان الحول لا بعد حوالان الحول بس مشان ما يعطيهم مرة واحدة يعني الفقير مثلا يكون مبلغ كبير بيجزئوا على مراحل يعني طول فترة السنة كل فترة بيبعث له مثلا جزء منهم للشخص المحتاج والسؤال الثاني لو سمحت في حال انه اذا انت عندك اموال بالاعمال التجارية يعني هالأموال هي دائما دائرة بالسوق يعني موجودة الاموال بالشغل يعني مو موجودة كاش بين اليد يعني هل يتوجب دفع الزكاة على هذه الأموال الموجودة بالسوء للأعمال التجارية طيب طيب وشكرا لكم الله أهلا وسهلا أهلا وسهلا فضل أبو زينة سلام عليكم شيخ فرحان سلام ورحمة الله وبركاته أول من عمرك إن شاء الله طويل مرحبا في بس مجموعة أسئلة نعم فضل فضل يا أخي مثلا أنا أفوت على المسجد بدي أصل إذن المحراب هو بيني وبين الله نعم هل يجوز هذا وضع السطرة على بيني وبين المحراب طيب يعني لا يجوز أي يعني ما في مجال أنه يمر إنسان أو مجال يتعداك حدا أو شيء هو محراب نعم لماذا وجود هذه السطرة طالما هو المحراب هو السطرة طيب سؤالي الثاني سؤالي الثاني هو أنا أحيانا أتأخر يعني أو أتأخرت عن صلاة العيد يعني أرشك عليه هل صلاة العيد هي فرض أو سنة ومثل ما تعرف بهذه الأيام يعني شيخ العالم كله يركب سيارات ويركبها ويذهب إلى المسجد بالسيارات وتزداد الزحمة هل وجود هل ضرورة حضور الخطبة فرض على المسلم أن يحضرها طيب تقرر صلاته طيب طيب شكرا 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 مرحب أهلا وسلم أول عمر أبي أحلى طيب أرجع إلى الأسئلة عندي الأخ الأخ أبو كرم بارك الله فيه يسأل عن الاستنشاق الطعام يقول إذا كان الإنسان صائم يعني إذا كان الإنسان صائم ثم استنشق الطعام وتعمد فهل هذا يفطره يا أخي الفاضي لا شك بأن هذا عمل لا يتناسب مع حال الصائم يعني لما هو الأصل لو استنشقه من دون تقصد ما في شيء لكن يتعمد يستنشقه فهذا لا خطر يعني خاصة أنت ذكرت بأنه يكرر ذلك حتى أنه كأنه يعني ينتعش ويشعر باستغنائه عن الطعام هذا على خطر في واقع الأمر لأنه حيانا كثرة الاستنشاق وتعمده قد يعني يطير شيء من أجزاء الطعام أو من البخار المشبع بالمادة المغذية مثلا في الطعام إلى جوفه ممكن هذا ولذلك أنا أحتاط له بالصيام بالقضاء يقضي إذا كان تعمد يعني يأتي فيستنشق متعمدا لهذا الغرض حتى يجد في نفسي والله استغناء عن الطعام ونشاط وقوة لا هذا يظهر بأنه يحتاج إلى أن يقضي أبو كرم يسأل عن بخاخ الربو بالنسبة لي الصائم يا أخي الفاضل بخاخ الربو سواء لي الصائم في رمضان أو في ستة من شوال أو الاثنين أو الخميس أو الثلاثة الأيام البيض كل هذا ما في بأس بالنسبة للبخاخ سواء بخاخ الأنف أو بخاخ الذي في الفم بالنسبة للصدر ما يفطر الصائم والحمد لله رب العالمين يسأل أبو كرم عن صلاة التراويح بالنسبة للمسافر صلاة التراويح يا أخي الفاضل سنة للمقيم أما المسافر فلا يصل للتراويح المسافر وضعت عنه شطر الصلاة نصف الصلاة فهو يقصر الرباعية فكيف يقوم الليل لكن عليه أن يأتي بالوتر فالنبي عليه الصلاة والسلام ما ترك الوتر أبدا لا في سفر ولا في حضر عليه الصلاة و لكن كان يوتر دائما في ضعنه و في إقامته في حال وجوده في المدينة و حال سفري كان يوتر عليه الصلاة والسلام و كان يأتي بركعتي الصبح عليه الصلاة والسلام الأخ خلدون بارك الله في يسأل عن زكاة المال يقول هل يجوز أن أخرجها مثلا بعد حوالان الحول لكن على طريقة أقصاط أعطيها لأحول الفقراء و المساكين يعني مثل الراتب الشهري هكذا فهمت منه يا أخو الفاضل لا ما يجوز لا يجوز للإنسان أن يجعل زكاةه بمثل هذه الطريقة بحيث يخرجها على شكل راتب شهري مثلا أو نصف شهري و إنما الزكاة تملك الفقير يقول جل وعلا إنما الصدقات للفقراء قال العلم اللام للتمليك أما بمثل هذا الطريقة هو يجر نفع لنفسه و أيضا يعطل هذه الزكاة التي أمر الله تعالى بإخراجه و معلوم يا أخوي أبو خلدون أو عفونا خلدون يجب على الإنسان بمجرد حول الحول أن يطلع الزكاة من ذمته و لا يبقي منها شيء إلا إذا والله مثلا فقير غائب يريد ينتظره حتى يرجع عطيه الزكاة وجود أزمة معين و يحاول أن يحول المال مثلا لنكبة مثلا من النكبات يتأخر شيء يسير أما يؤخره بمثل هذه الطريقة هذا لا يجوز لذلك بعض الناس للأسف يجعل الزكاة على مدار السنة يقصطها على الفقراء هذا عمل غير صحيح و يجب على الإنسان أن يراجع أهل العلم في مثل هذه المسألة و أن لا يجتهد في مثل هذه الطريق خلدون يقول عندي أموال في أعمال تجارية و تدور يعني تدور هي في السوق و كذا يقول إذا حال الحول هل أزكيها أم لا نعم يا أخي الفاض يعني مسألة الأموال ليس شرطا في زكاة أن تكون مقبوضة لديك يعني إنسان عنده شركة أو داخل في شراكة حاط مثلا مبلغ معين في شراكة و المبلغ هذا يدور يجب عليه في آخر السنة أن يضم جميع الأموال التي عنده سواء مقبوضة أو في البنك في الحساب أو في الشركة أو في قرض أعطاه لشخص معين كلها يجمعها و يخرج زكاة بارك الله فيك يخرج نصف العشر فقضية دوران المال هذا لا يمنع الزكاة بارك الله فيك قرض المال لشخص ما يمنع الزكاة إلا إذا كان الشخص جاحد جاحد هذا المال قال أبد ما أعطيتني ولا قرضتني أو معسر معسر بحيث أنت يغلب على ظنك بأن هذا لا خلاص الله يعوضك في هذا المال لأن هذا معسر ما تزكي حتى تقبضه عن سنة واحدة بارك الله فيك أبو زينة يقول بالنسبة للسطرة في المسجد يقول الآن المحراب يقول هو محراب المسجد هو من يعني من الشرع و كذا يقول هو السطرة فكيف نضع سطر في المسجد يعني هذه الطريقة يا أخي أبو أبا زينة بارك الله فيك أولا المحراب لا يسمى في الشريع عندنا سطرة بعدين هذه المحاربة طبعا المجوفة هذه هذه طارئة ما كانت موجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام هذه استعملت تقريبا في العهد الأندلوسي تقريبا ثم بدأ يعني تدخل على المسلمين على العموم هي ما فيها شيء لكن لا تسمى محراب عفوا لا تسمى سطرة السطرة هي ما يكون بين الإنسان و بين محل سجوده هذه السطرة ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يصلي اتجه إلى شيء إما جدار إما عمود كان الصحابة يبتدرون السواري يعني الأعمدة في المسجد فيصلون وراءها اتخذون سطرة أنا تكلمت في هذا البرنامج كثيرا على قضية تحريك السطرة في المسجد هذا غلط يعني شخص يأتي بسطرة داخل المسجد أو يأتي بها أو يحرك شيء موجود لا و إنما الناس يبتدرون السواري الجدران الظهور الرجال الكرسي حق المصحف مثلا يصلي وراءه أما أنه يشيل شيء ينقل معه في المسجد هذا غلط لماذا؟ لأنه ما ثبت عن النبي سلم ذلك و إنما خارج المسجد كان الرسول له حربة تغرز أمامه و يصلي إليها عليه الصلاة والسلام يجعلها سترة كان أيضا الصحابة يصلون على مؤخرة الرحل اللي يضع على البعير أو يصلون إلى جدار أو إلى سارية هذا هو المشروع أما قولك يا أخي الفاضل بارك الله فيك و جزاك الله خير على حرصك أن المحارب هي السترة لا المحارب ليست بسترة و لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في مسجده عليه الصلاة والسلام منع أحد يمر بين يدي المصلي و قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه لكان له أن يقف كذا و كذا يعني الذي يمر و قال عليه الصلاة والسلام إذا مر أحدكم إذا مر بين يديه قال فليمنعه يعني أمر المصلي أن يمنع الشخص الذي يريد أن يمر بين يديه و هذا في مسجده عليه الصلاة والسلام و لذلك هذا يدلنا على أن المحراب أو القبلة هذه لا تسمى سترة و إنما سترة هي الشيء الذي يصلي إليه الإنسان أبو زينة أيضا يقول أنا أحيانا أتأخر عن صلاة العيد يقول له يسأل طبعا يقول صلاة العيد فرض أم سنة و كذلك خطبة العيد فرض أم سنة و طبعا يشكو حال الزحام و كذا يقول الناس تركب السيارات يا أخي الفاضل أبو زينة بالنسبة لصلاة العيد من أهل العلم من أهل العلم أن يرى بأنه فرض على الأعيان يعني يجب على كل مسلم مكلف أن يصلي العيد و من أهل العلم أن يرى بأنه فرض كثاية إذا قام بها بعض المكلفين سقط الإثم عن الباقين عن مجموع الأمة و بعض العلم أن يرى بأنه سنة مؤكدة الذي يظهر و الله تعالى و الله تعالى ألم وجوب صلاة العيد تجب صلاة العيد على من هو قادر على الذهاب و ليس ثم عذر شرعي يمنعه من الذهاب هذه بالنسبة لصلاة العيد يبقى قضية الخطبة خطبة العيد سنة خطبة العيد سنة لأن النبي سلم رخص للناس بعدم الحضور فقال من أحب أن يجلس فليجلس و من أحب أن ينصر فلينصره ولذلك الخطبة سنة أما الصلاة فلا تفوتك يا أخوي أبو زينة زينة بارك الله فيك يعني بالنسبة لصلاة العيد لا تفوتها و احرص عليها و طبعا قضية الزحام و الزحام هذا ليس بعذر ممكن أنك أنت يعني تستطيع تبكر و يعني وتستخدم الأمور الأخرى طيب بالنسبة أيضا لمسألة العيد يوم الجمعة لو اتفق يوم عيد يوم يوم يتفق العيد صار يوم الجمعة هل تسقط الجمعة لا هذه مسألة طويلة بين أهل العلم الصواب بأن الجمعة تسقط عمن حضر العيد عمن حضر العيد يعني لو اترضنا رجل الآن صلى العيد و كان يوم العيد يوم الجمعة فتصبح صلاة الجمعة في حقه سنة هل يصل الظهر أم لا نعم يصل الظهر في أصحي أقوال أهل العلم لأن العلمان يقول حتى الظهر يسقط عنه لا الظهر يبقى و يبقى صلاة الجمعة على جنسين الأول الإمام الإمام يجب عليه أن يصل الجمعة حتى لو صل العيد لماذا؟ لأن هناك أناس قد لا يصلون العيد فيصلون الجمعة و الثاني على من لم يصل العيد فاتته صلاة العيد بعذر أو بغذر عذر يجب أن يصل الجمعة و يأم بهم الإمام فضل أخوي حسن سلام و بركاته زاك الله خير الشيخ على البرامج الطيب والله يفقكم يا رب زاك الله خير و نفع الله من جميع يا رب الله ينفع بكم الشيخ سوال بالنسبة للمرأة عليها نفاتها و كذا يعني ما تستطاعت تصوم رمضان كامل فهل يجوز لها تقدم صيام شوال على قضاء رمضان طيب يا حسن هذا السؤال الأول السؤال الثاني الشيخ بالنسبة لتفوت الصلاة العصر يكون نايم عنها و يصحى على وقت صلاة المغرب نعم دخل عليه وقت المغرب فكيف الصلاة تكون في حقه طيب طيب إزاك الله خير مرحبا مرحبا أخي حسن مرحبا طيب طيب الأخي حسن طبعا يسأل يقول بالنسبة للمرأة التي عليها نفاس و ما استطاعت تصوم رمضان كامل و طهرت في شوال يقول هل لها أن تصوم شوال تقدم شوال على رمضان أخي حسن أنا ذكرت قبل قليل ما يتعلق بقضية تقديم الفرض على السنة لأن الصيام رمضان قضاء رمضان واجب الصيام ستة من شوال سنة قلت لا بد أن يقدم الفرض على السنة و كذلك النبي عليه الصلاة والسلام جعل ستة من شوال تابع لرمضان و قال من صام رمضان يعني رمضان كامل و أتبعه ستة من شوال كان كمن صام الدهر الذي عليه قضاء ما يكون قد صام رمضان و ذلك لا يتحقق الأجر لكن أنا ذكرت قبل قليل أيضا بأن المرأة والله إذا كانت مثلا نفسها طوال شهر رمضان ثم بعد ذلك أدركها الطهر كانت نفسها و أدركها الطهر في شوال بعض العلماء يرخص يقول لها أن تصوم شوال لأنها معذورة و لو أنها صامت شوال كاملا فسيفوتها الصيام ستة من شوال لكن و مع ذلك أنا أرى بأنها تصوم قضاء رمضان تصوم قضاء رمضان في شوال لأنها تكون ممن بادرت إلى قضاء أوامر الله إلى استجابة لأوامر الله و حتى لا تقع في مضائق أو مسالك ضيقة بعدين يضيق عليها الوقت لو قضت رمضان فهو أفضل من ستة من شوال لو قضت رمضان فهو أفضل من ستة من شوال حسن بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة للشخص الذي تفوته صلاة العصر و ما يصحى إلا على وقت صلاة المغرب ما العمل؟ لأخي الفاضل أولا لا بد أن نعلم بأن الصلوات هذه واجب على المكلف أنه لا يجوز الإنسان أن يفرط فيها و يجب عليه أن يستعمل الوسائل التي تعين على الإقامة على الصلاة على القيام على الصلاة عفوا أن يقوم إلى الصلاة الأمر الثاني إذا والله الإنسان نام و غلبه النوم و لم يقصد يعني هو ما قصد نا و يقوم لكن غلبه النوم فهذا ما عليه الشيء لأنه سلم قال ليس في النوم تفريط أما الذي يتعمد مثلا و لا يتخذ الوسائل فهذا يحتاج إلى أن يتوب إلى الله جل وعلا لأنه أخرج الوقت أخرج الصلاة عن وقتها المسألة الأخرى مثل ما ذكرت الآن في سؤالك كيف الآن يقضي الإنسان الذي يستيقظ فعلى وقت المغرب و قد فاتته العصر الواجب عليه أخي الفاضل أن يرتب الصلاوات الخمس لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما فاتته الظهر و العصر و المغرب في الخندق صلى أول ما صلى الظهر ثم العصر ثم المغرب عليه الصلاة والسلام فقال العلماء بأن الترتيب واجب ولذلك لو افترضنا الآن هو ذهب إلى المسجد و وجد الإمام يصلي المغرب احنا نقول الآن يجب عليه أن يقدم العصر على المغرب يدخل معه المغرب بنية العصر فإذا سلم الإمام من ركعة الثالثة يبقى طبعا ركعة لأن هذه صلاة العصر فيقوم و يأتي بهذه الركعة بارك الله فيك ثم بعد السلام يقيم لصلاة المغرب و يصليها إن وجد جماعة الحمد لله صلي معهم جماعة صلاة المغرب و إلا يجد صلى لوحده بارك الله فيك نعم طيب 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 انتهى وقت البرنامج و انتهت الأسئلة ألتقيكم غدا بإذن الله تعالى أشكر الجميع والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك و يهدى فيه أهل معصيتك و يؤمر فيه بالمعروف و ينهى فيه عن المنكر إنك سميع الدعاء